حديث الذي بعده حديث الذي بعده وقال صلى الله عليه وسلم إني تاركم فيكم الثقلين كتاب الله وأهل بيتي وإنهما لن يفترق حتى يرد علي الحوض حديث زيدي من أرقم طيب حديث زيدي من أرقم هذا حديث الرابع نعم حديث الرابع حديث زيدي من أرقم طيب هذا الحديث مضطرب وفيه نكارة أخرجه البزار وقال لا نعلم روى مسلم من صبيح أو صبيح عن زيدي من أرقم إلا هذا الحديث الحاكم أخرجه وقال حديث صحيح الإسناء على الشرط الشيخ والمخرجاء الذهب سكت قلت فيه الحسن من عبيد الله النخعي والحسن من عبيد الله النخعي هذا قال البخاري عامة حديثه مضطرب يعني حديثه مضطرب الحصن الحسن من عبيد الله النخعي وفيه يحيى بن المغيرة بن اسماعيل السعدي وهذا صدوق وأما أبو الضحى مسلم من صبيح عن زيدي من أرقم ذكر كذبنا أنه لم يسمع منه ففيه انقطاع انقطاع فلا يصح طيب شيخنا ماذا أعله البزار أعله البزار قال لا نعلم روى مسلم من صبيح عن زيدي من أرقم إلا هذا الحديث طيب وأيضا ليس فيه الأمر بالتمسك بالعترة لفظه إني تاركم فيكم كتاب الله وأهل بيتي لن يفترق حتى يرد عليه الحول ما فيه الأمر بالتمسك بالعترة ولا يوجد فيه السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم مثل طيب بعد وقال صلى الله عليه وسلم إني أوشك أن أدعى فأجيب وإني تاركم فيكم الثقلين كتاب الله عز وجل وإترتي كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وإترتي أهل بيتي وإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترق حتى يرد علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما نعم هذا حديث أبي سعيد الذي مرقى قريبا عند الترمذي من طريقين نعم ذكرنا طريق زيد بن أرقم نعم والآن ذكر حديث أبي سعيد الخدري نعم هذا الحديث أيضا فيه عطية العوفي عطية بن سعد أيضا في هذا نعم العوفي وقلنا أنه ضعيف ومدلس أيضا ثم أيضا المثل منكر لأن الحديث مشهور من حديث زيد بن أرقم رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه طيب و يخالف ما رواه هو الثقات نعم اتقل تحت رقم الثنين ترجمة نانسي قنقر